صباح النور صباح الورد والياسمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آلي وأصحابي أجمعين عسلامي يا لبنات نحوكم إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعملت الكل إرجعت لكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله يا ربي يعجبكم فيديو اليوم نحقيق يا لبنات ديجا متصور عنده بارش يظهر لشهر ونص إن شاء الله اليوم هتو تعرفوا التفاصيل الكل على شهبت في الوقت هذيئ هنا يا لبنات حبيت نوريكم هذيئ جانين هيرين هذوما بعثت هولي أخت منك بلي إن شاء الله يا ربي يفضلك وربي باركلك وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك صغيراتك بالحق بارك الله وفيك تعابة روحك إن شاء الله ربي يرزقك أضعاف وأضعاف يا ربي لبنات بعثتلي الدقلة هكا هما يكنجلوها معناها يكنجلوها في دبابز هكا محلية هاي اللي بنات راهو ولا حقا دقت للبرق ما دقت الشي اللي في الدبوزة إما ظهر اللي في الدبوزة يصير محلية ومبنينة وبعثتلي هيدا حلو ولدي صباح هذي يا لبنات بتلكم حلو ولدي صباح كلاب إنو كعبات عاوكا بعثتلي ما شاء الله خيرات وبعثتلي هيدو ماء حاجات أخرين ما اسمها؟ طريب شربة شعير هكا وحاجات تديري متعداء بارك الله وفيك وربي جزيك كل خير وربي يحفظ لك الصغيرات هذي بالحق لنجم أقول لك والله يحشمتني إن شاء الله ربي بارك لك وربي جزيك كل خير باركو لكي نصور سوف ندوش الأسيلا سوف نعرفكم مشكلة ببنائتي كمش غالزة على روحها وحالتها حليلا ونبدال الحباء سوف ندوشها ونبدل حجي لدوم نتوشها لكي ندوش الأسيلا سوف نبدأ بصغيرة السولة ها تكدودة سولة بعد الدوش فكرتها يا لبنة الروب هذي هذي روبو خييتها في الأول عيد شريتها لها قبل ما نولد وعيدت بها عمرها شهرين تقريب وقتها وبقتها الروباء هاي اليومة لبستها أسيل هي يقولوا الروباء هذي متاعه السبوع عما راها مش صحيحة لابنة راها ما تلبسش في السبوع السولة هكا هو هكا ودوشنا وخرجنا نضيفين ما تبقى منها ها تتخبير تتخبير أثو تبقى لكم هناك شعرات ها جنين تتخبير يا أثو تتخبير مرحل هذه ها جنين وصاي كاملة الدوش هذا هي عجبوك شعراتك عجبوك شعراتك عجبوك شعراتك ها 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 قوم قوم شو محليها جنينو شو محليها جنينو يس باي باي ها ها عايش بنتي وكيف ماريتوا ها البرتية الأولى هذي كمتصورة دي جا عندها مدة قبل من صيف للصغيرات وهذي كيموغدوا على حقيقة بلعو شويات سيدي جا صبحت الدنيا سخونة نحير هذي بالباهي فعود دوشت للبنيات وبدلت لهم حويجهم معناها صي ما عادش فيها بايش نبقى ملبستهم كامل الحسيلو اوله هنا يقولت خليني مرة واحدة نظف الدويرة ونفرش فرش الصغيرات يلقوا وين يقعدوا وين يلعبوا من غير مياه الكلية لبيوت الكل هي دي جا صالة تهلكت تهلكت ما عادش فيها حتى شاية يصلح كيموغدوا الباب متع اللقجر هذيك اللقجر هذيك كالصروح كيف كيف قرق شهالي من الجناب حسيلو ما نحكي لكمش هوايني خليتها دي باناج حتى يسهر ربي ويكبروا لي صغيرات شوية ونبدل كل شي مرة واحدة خطر لحقيقة كان باش نبقى نزيد كل مرة نزيد حاجة ونزيد حاجة ونزيد حاجة ونزيد حاجة ونزيد حاجة هكيك اخسير وكهو حسيلو اللقجت له هنا ونظفت الدويرة اكم باش تشوفوا معي عملت لها تنظيفة سمحة ووفرجتها شريط جريري جدد لحقيقة للصيف خطر في الصيف الكل نرقده لهنا في الصالة تحت الكليماتيزور لحقيقة من نستعملوش معناها البيوت الاخري فاوليت اضطريت شريط جريري مش نرقدو عليهم معناها فهمتو هاكم باش تشوفوا معي والله اللي بنيت الكليتين متاعهم توب دي توب بالحق حاجة سمحة سمحة على الاخر وصومهم راهو يعتبر ما هو شغالي الحسيلو اللي بنيت كان عاجبوكم قولوا لي نقول لكم نسئل الراجل لحقنا راني مشريتهم مش نسئلو ونقول لكم مني نشريهم الحسيلو اللي هنا قررت باش نبدل نزيد بنك للصالة اللي هو البوف هذيك بلاسة ونصف ونخفف على روحي في الكلوار عندي بنتي تمشي بالمشاية والبوف هذيك مسكر عليها فهمتو معناه متنجمش تعادل البيت لكل خطر الكلوار ضويق فهمتو فاوليت نحيته هذيك وضفته الهنا للصالة وخليت الكلوار مرتاح لبنيتي هكاكات تتحرك على كيف بلايرا وفهموا موضوع هذيك اعليش اشبت الفيديو هذيك باش نمنجو ونهبطوا معاكم عندي موضوع حابة نحكي فيه ويا ريتي يا لبنيت تسمعوه للنخر البريود اللي فاتت مش هت البريود اللي فاتت الكل من اول محلية البوتيك الحمدولله يا ربي نخدم مريقلا مجاتنيش حتى ريكلاماسيون في حتى حاجة جاتني ريكلاماسيون وحيدة في الكتروميناجي ديجا اللي عدوا معي كمانديت و ريزيرو معناها باش نجيب لهم كيف جاتني ريكلاماسيون كلمتهم بالتليفون وقلت لهم ريجيتني ريكلاماسيون تحبوا نعديلكم وإلا ما نعديلكم مش معناها مغشيت حتى حد ديجا فيهم اللي بطل وفيهم اللي قال لي مثالش جيب لي حاشتي بهم راني نبيع فيهم فهمتوا خضر السوم اللي شراء بيها من عنتي ديجا وقت اللي شرو من عندي الناس هذوه ما أقال أقل ببرجعم السوم اللي بقيين يشرون فيهم من الباجيت فالحقيقاستغلوا الفورص وشروا من عندي وخدموا على رواح فهمتوا ان شاء الله ربي يجيب الرزق للناس الكل والناس اللي شارية لرواحها قالوا لي للك مثالش ما أيلي المعنا Якوندا يعني لهيد يظهر لي يا البنات نظلمت احد فماشأ شكون منكم يا البنات اللي تسمع في الفيديو عليكم بالله والأنام superficial عليكم بتقوى الله فماش وحدة شرت من عندي حاجة ومثلا جاتها مقطعة وقال لجاتها مضروبة وقال لجاتها فاها ديفو ما نعرش كيفاش وكلمتني مثلا ما بشتعمل إيشانج ومعملت لهيش إيشانج قولوا لي اللي كلمتني وقلت لي نعمل إيشانج ومعملت لهيش إيشانج رغم راهو ما نتحملش مسؤولية حاجة انتي ريتها وش ريتها ومقتنع بها ووريت لكل شايفاها محسنها وما سواقها وش ريتها ورغم هذاك ناخذ بالخاطر وبدلت لكم الكل ما فهماش حتى وحدة ما عملتش إيشانج ومبدلت لهيش رغم راهي والله جاني إيشانجات ماشالله في بريود العيد وعملت إيشانجات محرمتهم مش باش هما ما يوصلهم الكوموند متاحهم قبل العيد عملت إيشانجات وضيعت على روحي برشة خدمة فهمتوني البنات راني معناها كنت الكل اللي بيش نعمل به إيشانج باش يخرج لي مبيعه معناها فهمتوا باش يدخل لي منه مربوح عملت به إيشانج لكم ووجدتكم حوياجكم مقبل للعيد فرحانين ومتهنين وليشانجنا للتوفماء إيشانجات لليوم مجونيش راهوة لليوم مجونيش قصما باللهي البناتها وشوفه وتعدى جمعها العيد وإيشانجات اليوم مجتنيش معناها انتوما ماشالله عيدتوا وتفرهدتوا أموركم واضحة وناس العبقة تريك دعليا معناها لاجتني ولا حتى شيء لليوم موصلنيش ليشانج وهذه الكل قلت ميسالش خليني باهية مع تليوناتي وباهية مع الناس اللي تحبني والناس اللي تتبع فيي وعادي هذك هو اللي باش يخدم الخدمة هذي يلزموا صعبا له ويقبل يقبل النقد ويقبل كل شيء والنقد يا لبنات ماذا بني كل نقد بنا ما عجبتك هش حاجة هذي كراي ما عجبتني شيء أحب ذا تنطورها ولا تضيفها مش بلكلام الماصط والمرزيبه يا لبنات حسيله خدمت في العيد الحمدول الله يا ربي خير ونعم الحمدول الله الحمدول الله الحمدول الله حسيله يا لبنات فما مادام جيتها معناها كلمتني على كوموند بعثت لها الكوموند متاحها حسيله بقات في الجمعة في الطنت اول حاجة الكوموند ومش مشكلة جبدتها هي في الاخر اول ما طلبتني هذيت عليها والله هذيت عليها يا لبنات برحة بتصدر عسلامة يا مادام اش معناها دي ريكت هذيتنا لحقيقة عن نمر وعرفته معناها خطر هي اخر كولي باش يوصل اخر كولي يا لبنات وصل للكولي هذيت عليها التليفون ميلا بنت والله اش بش نقول لك انا نرمال الموك تهذي على واحد التليفون اهلا عسلامة لباس اش نحويلك ولا بش تقول لك رايي كوموند هكا كاني بيها بش تقول لك بارك الله وفيك كاني خايبة بش تقول لك مادام راي ما عجبتني اعملي اشانج اه Vice كلمة رجع لي ما يعجبتني معناها باش نشري بطلت بش تقول لك اي حاجة تت called حسبي الله وتوى من وكيل فيك في الخارقة لماذا لا نعرش في الاخر يا بنتي شفما قلت لي هكاكة تقول لك هكاكة هو مش لقماش هذا والله يا ابنية يشهد علي ربي دجار يقول لكم راهو فبران الفبران اللي ما يعرفوش راهو الكتين يعني الكتين انتم في بالكم معناتي كما نسميه فبران ما نسميش الكتين معناها راي حاجة واو راهو فبران واذا كان باش تشري انت حاجة بعشرة وحاجة بخمستاش وحاجة بعشرين راهو توقع انه باش تكون متاحة معناها الكتين متاحة ما هي شكل طيارة معناها الكتين متاحة باش تكون هكاكة وبره خاطر راهو تبع وصوم راهو بطبيعة راني ماش نجيب نجيب فاهم بليش نيعطو لي فاهم بليش السلع قسمهم بالليفة محويش دي جا خرجتهم في الكيداسيون خرجتهم برسميله مفهم اللي خرجتهم بأقل من رسميله جيزت خاطر خدمت صيب قولي كعبات حبيتهم يخرجوا باش نولي نخدم موديل جديد خرجتهم برسميله بأقل من رسميله انت انت على قطعة ب 15 جنار و ب 10 الاف تعملي هذي الكل بيلك باش تغنيني نال 10 الاف راي مهيش باش تغنيني و مهيش تبدل من حالتي و مهيش باش تعمل حالتي ما فيها بيس كنت تجي بربية و باحترام و تقولي يا مدام مثلا الموديل ما عجبنيش لقميش ما عجبنيش اعمل لي ايشونج اه 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 و نقلب عليك الفيستا كيما يقولوا و صيب مجرد اني خديته فلوس و اه وتبدلت والله هي وقتها صحة ادعي الغدوه الصباح ادعي الغدوه الصباح و نانخيف وقتها بالحق على خاطرني ظلمتك اما طالما انا مظلمتكش اول ما هزيت عليك تليفون ادخلت فيي طول بلا عرض بسبين و شتمين و ادعاه شر راه و ادعاه يالبنيت راه و ادعاه متاع غل متاع واحد مغلول راهوا مهيش متاع واحد حبي يكلمك ولا حبي ياخذ حقه معناها باحترام و بربية راهوا متاع انسان قليل تربية سامحوني في هالكلمة و متاع انسان حقد 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 بالحق راه و الله ما ننفذ حك و الله ما نعرش فيناملك يعمل اعلى مفخيلك اركبوا بالنسبة لي انا اراني انسانة واضحة وصريحة ما ما عندي حتى شي معناها بيش نخبيه لا عليكم و لا على حتى حد الموجود موجود وبجاه ربي يا لبنات اللي عديت من عندي و عملت ريكلاماسيون على حاجة و الى طلبة ايشانج و ما عملت لهيش تعلق لهنا و تقولوا راهوا كلامي مهواش صحيح معنا هجيتكم بجناب محمد الحسيلو يا لبنات لقيتها حدثتها 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 راه تسبي يا لبنات والله يفهم كلام منا جمش نعاوده بالحق راهوا شي شي الواحد كي انت بيش تعاودوا بينك و بينروحك بيش تحشم على روحك حسيلو و راني لقيتها كتبت لي في القناة و قلت لها مثالي خذ راحتك القدوة الصباح ما نشبش نجاوبك و ما نشبش نبلوكيك قلت لي راني عارفاتك باش تبلوكيني اما باش نفضحك في القنوات الكل قلت لها برائم شي اعمال اللي يظهر لك ما نبلوكيك اش سيب المرضى متاعك على كيفك والله هي لبنات تكذب جهار انهار وقت اللي تقول لي قلت لي راني نطلب فيك و ما تهزش ما نعرش نية و نديجا و كنت نقش نويها في التليفون يا بنت يهديك ربي يا بنت يصلي عني بي قل لي شفمش نية ما عجبكش ايجا احكي معي بالسياسة و نفهم بعضنا و اللي تحبها ليه يصير فهمتوا و رو مش خايفة مثلا انك مش تعمل حاجة ولا مش تمشي تكتب لي تعليق في قناة مية نديجا كليوناتي يعرفوا معناها مزدقيتي و يعرفوا كان يبدأ عندك مليار معناها انسان جاي يلوج حاب يسمع كلمتين و انتي عام لشين و انتي منعرش نوما لشين يتحبني نعم نخدم على رويحتي بذريعي و نجي بفرنك لحلال بعرقي و بتعبي معناها مانيش نمد في ايدي لحنا راك تغلط بارش هكي تكلمني على الموضوع هذي حاجة اخرى يا بنت علقت وتلهكي مكش بيش تسمعني ان شاء الله الدعاء اللي تدعي فيه ان شاء الله في راسك و علقت عليه انت ما تفهمش ما تفهمش ان شاء الله في راسك و علقتها ذايراني و قلت من هذي الكلمتين الخايبين اللي خرجوا من فمي و علقت عليها تقريبا دريج و عودت طلبتها ذاير قلت خليني هنا نعمل باصلي و منقول هذي حتى كلمة مش في بلستها طالما اشرت من عندي ما عجب هذي ترجع البرودوي و تاخذ فلوسها معناها الحكاية الكل ترجع البرودوي تبع ثولي يصب لها فلوسها معناها مش كفيرة حكاية الكل 44 دينار معناها راكم كان تسمعوا الكلام اللي قالت تقولوا من عرشة نية شارية من البوتيكيوم كون مجهزة جهاز كامل قردروب نتاحها مع بياته من عندي و كوجينتها مع بياته من عندي وهي رايشارية 44 دينار أضيحة زغريت أكثر من الكوسكسي الحاسيلو يا لبنت عاودت طلبتها قلت لي ايانا شبيك تطلب ما زلت تسمحك لك كيبت يديك ربي يصلي عني بيه شبيك يا أخيين و زيد تحلت في العريض ايه تعرش كافيه قلت لها انتي موكش بتات باش تسمعني ولا موكش باش تسمعني والشي محبش تسقط بدت تتحدث ايه الحاسيلو يا لبنت ما كفترش عليكم علقت عليها و صيي معناها حيبش نطلب حاجة واحدة بعثت لها ميساج و قلت لها ناتا و راني بريئة منك رايو بريد ذنبي منك معناها ما عادش عندي منك كيبعثت لي ميساج ما هو بريتك كيفش بريد ذنبك و عاوضت طلبتك و قلت بقلة احترام و قلت تربية طالما هنه بريئة منك و الحقيقة رايو هذك هوية اللي بنيت طالما انتي كلمتني و سمعتني و دعيت عليها و عملتهم الكل و زيد عاوضت طلبتك رغم ذاك الكل لقد قمت بصلي و أكلمتك و سماعتني الكلام بالطريقة و نسكت و لا نكلمك و لم نحبط للمستوى المنحط و جاء نلقاها كاتبة تعليقات في القناة بقيت نجاوب فهوي و بقيت في الأخر كتبت لي تعليق و فسخيته و التعليق يظهر في اليميل المتاحة خطرنا جاني و نتفيكاسيون على التعليق كحالي التعليق ملقيتوش دخلت لقناة متاحة و نلقاها التعليق و انت كذابة و انت منارشة و ما عون صنع و ما عون صنع لخي قا جوابتها بقى ما يبقى في قلبي برد قلبي و مبعد بلوكيتها من القناة مع اني ما كنتش مبرمجة باش نبلوكيها الجملة و تفصيل خطر ما تعنينيش خلي تتكلم الغدوة الصداح هيدي جابش تبقى رويذا كان عبدي يحبي يهلكلك سورة و باش يبقى يعمل الطرق و الكل خلي توسع بيلا و تعمل هين يفعلها الكل باش تلقاه قدام ربي حاجة واحدة نقول هلا حسبي الله و نعم الوكيل فيك و في كل الكلمة و قلتها و اليدعي دعوة و يترجع عليه هين و ربي موجود فوق الناس الكل ان شاء الله ربي يتوليك و ان شاء الله لت determine افتجيه في ساحتك و في صواة و ان شاء الله يدخل عليك بالمرض و ان شاء الله من العرشة يشعر يا صديقي اللي بمن العرشة جاهيم و بعد من حصل الخطور حسب الله و نعم الوكيل فيك ان شاء الله اننا تدعي شابش إن شاء الله سوف يتعروه rologي يجب مريض خطر خطر بالحق يا ابنة راي كان جتني بربيه و باحترام كما هزيت لبتك انا ولا كنت لبتني هزيت عليك التليفون وقال لي يا مدام راو هكا 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 لقميش مثلا هذا مساعدنيش والموديل هذا ما عجبنيش مجيش قدي والله راو ثم مدامات معناها أكلي مش معجب هايش الموديل ولا حاجة يكلموني ديجا يشوفوا موديل جديد يحبوا يبدلوا به فهمتوا تكلمني تقولي لو ما جيش قدي هكا الموديل ومنعرش نوع بدلي نحب تبدلي بالموديل الفلاني نبدأ عارفة شنية في مخها يا لبنات ومنقول هايش لا ما نكسرش بخطرها ونبدلها فهمتوني نقول لها ما سيش نبدلك مع انو راو التبديل يكون بنفس الارتيكل سواء كان الطاي ولا لون اكتر من هيدا راو ما يصيرش تبديل اما نا ما يخضى بالخاطر نعمل للكم اللي تحبوا عليه والله يا لبنات باقي نعمل في اللي تحبوا عليه كان قتلي هكاك على عيني وراسي ما عش بكش بدل بالموديل اللي تحب عليه ها فهمة ناس معناها شرت حاجات غالية غالية ومثلا ما جيتش قدها ما معجبهاش القولور ما عجبهاش القميش قلت لك تحب تبدلوا بدلوا بحاجات اخرين معناها واحدة من كانت شارية قطعة واحدة ولا تشرت زوزق طايع وثلاث قطايع وكملت مثلا كل عشرة والعشرين ومظهروا ليش معناها بشتشري القطعة هذيك واخديت بخطرها وبدلت لها جي انتي على قطعة بخمستاشن دينار ولا بعشرة دينارات تعمل لي شوها هذي الكل ياوخيتي صلي عني بيهديك ربي والله كنت تكلمتني باحترام والله هي اللي بنت على قلبي أحلى من العسل نرجع لها فلوسها راهي قلت لكم الحكاية الكل راهي أربع واربعين دينار رايما لا تعتبر حد شيء حكاية فارغة حكاية فارغة حكاية فارغة ويوصل يدعي بالشكل هذيك على حكاية فارغة والله يتديع لي راهو بالاسلوب هذيك وقت اللي انتي تبدأ ناجبت بيك وما رجعت لك شمتاعك ما عمتلك شي شانج ما قلت لك كلمة مش باية اما انتي واحدك واحدك هكاكة هزي التليفون وابدا عندك شوية مرضة تحب تفرغهم برا فرغهم بعيد الحسيلو اللي حبيتو نقولو يا لبنت اللي هنا راني ما ظلمت هاش وربي شاهد عليا راني ما ظلمت هاش وراين بعد كأنها ندمت على كلمها اما مثالش ما عادش بنسبة لي ناسا صايي بسمست منك معناها كلمتين مرة لو لو غلطت فيها عاودت طلبتك ناو غلطت فيها صايي كلمتك بالمساجات مزلتي مواصلة تزيد وتنقص زايد ما عادش عندي عليش منش نكلمك الجملة وتفصيل ومبعد بتعملي في الابلات منه تلبكش وما نكلمكش صايي معناها ماذا تطلبتك للمرة لو لا تطلبك للمرة لو لهذه التعليق كنتي مزلت مواصلة معناها في تطيح لقدر زايد ما عاد عندي عليش بيش نطلبك كهو لأ هنا لا عادش نجابك جملة وتفصيل وهو انك تحب تمشي للقنوات اعمل ما اتحب الحمدولله يا ربي كليونتي عارفوني واني دجاس تشت بيكم يا لبنت بجهة ربي اللي شرت حاجة ولا عاملت ايش حاجة لأسكو ضريت واحدة ولا لا باقي ما يعني نيش الحمد لله يا ربي راضية بخدمتي وراضية بنصيبي اللي يجيني كل سواء منكم وإلا من بلاسة أخرى معناها راه الفقر والغناء راه بيد ربي وكيما يقول لك الأعمال بالنيات كما قال معناها قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وكل مرئن بمانوان أنت ونيتك أنت ظاهرة نيتك شنية وهنينا ظاهرة نيتي شنية وعند ربي تلتقي الخصوص إن شاء الله ربي يخذ لي حقي منك في الدنيا وكهو هذا شنو نقول أكثر من هذا ما نقول لك حاتشيح سيبك ربي لأكثر ولا أقل وأكثر من هذا يظهر لي ما عاد مفاعم عاد فما ما يدقيل خطر رايح أسبي الله هو نعم الوكيل راي مهيش كلمة سهلة راي كلمة زعزع الجبال إن شاء الله ربي يهدي ويدل وكهو اللي بنادمت وفي أمان الله وبي باي باي